أول حاجة قبل ما نبدأ ألف مبروك للأمير مولاي رشيد لرزق بمولود ذكر في الساعة الأولى من اليوم الخميس هذا المولود الإخوان اللي قد يدخل واحد الفرحة للأسرة الملكية الشريفة وقد تفضل صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله فأطلق عليه اسم صاحب السمو المولاي سلام فألف مبروك للأمير مولاي رشيد وحرمه والأسرة العلوية دائما إخواني أخواتي كان عندنا واحد الجارة جارة ليهوك لكتسعة جاهدة تدمر المملكة المغربية وأي مشروع يدخل عنده المغرب أو يبغي ينفذه المغرب كتدخل لكتسعة جاهدة باش توقف هاد المشروع واليوم الإخوان كانت كتسعة جاهدة بين المشروع اللي كينما بين المغرب ونيجيريا يعني خط الأنابيب اللي كتمنى أن هذا المشروع ما يكملش وكتمنى أن هاد المشروع يكون عندها هي يعني الجزائر مع نيجيريا رغم أنها كانت شدة نيجيريا عشرين سنة وهي غير في المفاوضات كانت كتعرقل المشروع ديال نيجيريا باش ما تلقاش منافس في الغاز يعني في القارة الإفريقية هنا إخواني أخواتي اليوم المغرب ونيجيريا تفكوا لهاد المشروع وبدأت كتشري كتشري باش توقف هاد المشروع وبطبيعة الحال كتستعمل ديبلوماسية الشيكات والهيبة اللي مولفة ولكن فوق ماء الجزائر كتدير شي خطوة باش تعرقل هاد المشروع دائما كنشوفوا واحد ردة فعل سواء كتكون من المملكة المغربية سواء كتكون من دولة نيجيريا والمشروع دائما كيكمل والمصار ديالو كذلك نحو التقدم ونحو النهاية باش غادي يكمل هاد المشروع واليوم كينا الإخوان أخبار صار أخبار لطبيعة الحال احنا بالنسبة لنا مفرحة ولكن كتتعتبر أخبار كالصفعة على وجوه الكابرانات كضربة قتلة لحديقة الحيوان الجزائرية أو الشرقية وغادي نشوفوا تطورات مهمة في هذا المشروع المغربي نيجيري وقبل ما نبدأ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتم منه ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تمة وبطبعة الحال مع آخر الأخبار وأخر المستجدات ودائما احنا مستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية وكذلك احنا مستمرين في فضح العصابة الحاكمة الجزائرية وخيل اخوان رغهم شن نعلنا واحد الهجوم شارس ديرين بلاغات كذبة كسين يلوق القنوات ولكن احنا مستمرين وانتوما بالدور ديلكم المتابعين الكرام ادعمونا بالضغط على زر الاعجاب وتعاليق الإيجابية وخصوصا الاخوان تعاليق يكون فيها الله الوطن المالك فهذه الكلمة ما كتعجبش الأعداء وككرهها الأعداء لهذا يا الاخوان ضد ضن في هذا الأعداء فأدد أعداء الوحدة الترابية تعاليق دينا تكون إيجابية وتعاليق دينا كذلك تكون بالله الوطن المالك اذا اخواني اخواتي اذا الخبر كيقول كيصادق المجلس تنفيذ الفيدرالي ديال نيجيريا على دخول الشركة البترول الوطنية لنيجيريا في اتفاقية مع دول مع مجموعة الاقتصادية لدول الغرب الأفريقية من أجل بناء خط أنابيب الغاز النجيري المغربي ويكشف وزير دولة نيجيريا للموارد النفطية عن الموافقة على الاتفاقية في تصريح عند الصحفة يعني العقد ديالوحد الاجتماع أو عقد الاجتماع الفيدرالي التنفيذ النجيري وهذا الاجتماع برئاسة النئيب الرئيس إيمي أوسانيغو عقبة يعني هاد الاجتماع اللي كان يوم أمس في أبو جا وفق ما ذكرته يعني وفق الوكالة ديالأنباء النجيريا وكيقول سيلفا باللي هاد المشروع كيتواجد او هاد المشروع راه في المرحلة ديالتصميم الهندسي الأولي وبحسب يعني المصدر نفسه يعني وكالة الأنباء الجرية نيجيريا فقد قدمت وزارة الموارد النفطية ثلاثة ديال مذكرات للمجلس في المذكرة الأولى وافق المجلس على تنفيذ شركة البترولية نيجيريا مذكرة تفاهم مع إكواس لبناء خط أنابيب الغاز وهذا الخط غدي يكون لنقل الغاز حبر عدة دول ديالغرب إفريقيا ومن خلال يعني هاد الخط غدي يمشي لإسبانيا وإلى أوروبا من مد إسبانيا هاد المشروع عنده مزايا متنوعة لأن هالإخوان كيمتر الطريق الرئيسي لخلق التنمية والتكامل على نطاق واسع وعابر للحدود وهذا المشروع ديالغاز نيجيريا المغريب عنده الإخوان مزايا جيوسياسية عنده مزايا اقتصادية في البداية الإخوان كانت تصور يعني المنطقي دياله هاد المشروع يعني هاد المشروع ديالخط الأنابيب الغاز النيجيري المغريبي هو يعني في اللول ما كانش الغرض منه هو اختصار يعني المسافات بل كان الغرض منه هو يكون عنده واحد المصار لتحسين الحياة ديال أو حياة نحو 400 مليون إنسان يعني هاد هو الغرض من هاد المشروع ديالخط الأنابيب لأن هالإخوان كان من المقدور يعني في هاد المشروع الاكتفاء في التفكير في المشروع اللي غاد ينقل يعني المشروع ديالأومبوه النيجيري المغربي اللي غاد ينقل الغاز من نيجيريا للمغرب يعني يكون غير عبر ثلاثة ديالدول أو حتى اربعة قاعد ديالدول يعني اللي هما البنين وبركينافاسو ومالي ومريطانيا يعني كانوا هاد هما الدول اللي غدي تكون ولكن الرؤية ديالبلدين بطبعة الحال الرؤية ديالمغربو ديالنيجيريا لهذا المشروع أو لهذا الخط قدمت اعتبارات أخرى مثل الإخوان يعني الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة ديالحضاش الدولة اللي غدي يمر منها هاد الأنبوب ديالغاز نيجيري المغريبي غربة إفريقيا هاد الدول غدي تمكن يعني هاد الدول اللي غدي يمر منها هاد الأنبوب غدي تمكن من توفير ما يكفيها من التوليد الكهربائي للاستهلاك يعني المحلي كذلك وكذلك غدي تستفد من ناحية أخرى بحال الزراعة بحال الاقتصاد وتوفير خصوصا توفير فرص العمل هاد المشروع الإخوان هاد المشروع غدي يمنح ميزة للمغرب بحيث المغرب غدي يرجع وجه استثمارية في الكاتب في الكاتب المشاريع بالإضافة أن المغرب وكذلك مع نيجيريا غدي تكون الكلمة ديالهم يعني مسموعة خصوصا يعني مع الدول الكبرى اللي كتعتمد يعني اللغة ديالطاني إذا إخواني أخواتي أي واحد غدي يسمع هذا الخبر غدي يحرف بلي حديقة الحيوان الشرقية في خبرين كان علاج الإخوان لأن أول حاجة الغاز هو باش كتعنى الجزائر يعني هي عندها الغاز كتعنى به في العالم ثاني حاجة يعني السوق اللي كانت كتعتمد عليه هاد الجارة غدي يرجع ما بين نيجيريا والمغرب علاج الإخوان لأن البوابة ديالأوروبا اللي هي إسبانيا غدي تستفد من هاد المشروع يعني الأنبوب غدي يمر لإسبانيا ومن إسبانيا للبرتغال غدي يمر لدول الأوروبية إذا الجزائر في خبر كان والغاز دياله ما غديش يبقى عنده قيمة وهنا يا الإخوان من اللي غدي يوصل هاد الخبر الجارة الشرقية غدي ينتظروا ردة الفعل ديالهم غدي ينتظروا الإعلام ديال الكاشر ديالهم كيفاش غدي يرد على هاد الخبر أكيد غدي يجيبوا شي أكادي باللمولفين أكيد غدي يشككوا في هاد الخبر ولكن الخبر صحيح والمشروع إن شاء الله بجهد الله راه غادي وغادي يكمل إن شاء الله إخواني أخواتي وصلنا النهاية ديال هاد الفيديو وكنتمنى منكم أنكم تدعمونا باللايكات ديالكم الدعم ديالكم راه مهم جدا ما غدي تخسروا والوال إخوان إلا ضغطوا على زر الإعجاب وكذلك لما اشتركوا ما حبابه في العائلة دياله التانية والبرتاج بارتاج والإخوان هاد الفيديو مع الأحباب مع الأصدقاء مع المغاربة الأحرار لكيهمهم الأمور وكيهمهم الأخبار المغربية الوطنية تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة وشكرا يعني الحضور ديالكم دائم ودعم ديالكم اللي دائما عندك تعليق طيبة والجميلة كتخلي لنا واحد البصمة راقية واحد البصمة جميلة في قناتكم الموطة واضعة عالم إسكا فتحياتي لكم كبيرة وشكرا لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته